هجوم هو الأوسع على مدينة جنين الفلسطينية منذ عام 2002 حيث استقدمت قوات الاحتلال الصهيوني نحو ألف جندياً مدججين بالمروحيات والمعدات والأسلحة الثقيلة وجرافات عسكرية بدأت بتجريف مداخل مخيم جنين وقبل إرسال هذه المعدات بدأ الهجوم بقصف المدينة ومخيمها بالطائرات والصواريخ قبل اقتحامه بالآليات العسكرية والجرافات وقطع الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم والاستداء على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه فضلاً عن نشر القناصة على الأسطح وقطع التيار الكهربائي ومحصرة المدينة بشكل كامل ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين وكالة رويترز ونقلاً عن سكان جنين وصف ما يجري في المخيم بأنه حرب حقيقية فيما رصدت كاميرات ما قيل إنها عمليات إعدام ميدانية نفذتها قوات الاحتلال ضد عدد من الفلسطينيين إسرائيل وفي محاولة لامتصاص ردات فعل غاضبة متوقعة قالت إن نطاق عمليتها العسكرية سيكون محدوداً بمخيم جنين فيما وصفت الخارجية الفلسطينية الهجوم وما تخلى له من أحداث بأنه يرقى لجريمة حرب المخيم الذي لطالما شهد العديد من الأحداث كباقي الأراضي الفلسطينية تأسس عام 1953 ويقع على الجانب الغربي من مدينة جنين بمساحة صغيرة لا تصل إلى 500 دنم إلا أنه يكتظ بسكانه المهجرين من منطقة حيف الكرمل وجبال الكرمل المحتلتان منذ عام 1948 ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها فلطالما تعرض المخيم لحصارات وعمليات عسكرية تسببت بوقوع العديد من الضحايا وهدم منازل المدنيين كان أكبرها خلال الانتفاضة الثانية عام 2002 حيث تعرض لحصار مطبق وهجوم واسع واليوم وبعد 23 عاما لا يمكن التكهن إلى أين ستصل الأمور في جنين في ظل صمت دولي مطبق ترجمة نانسي قنقر